الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الزراط المستقيم زراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا القلين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من نذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شيء اتخذ إلى ربه مابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرابفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتيك حديث موسي إذ ناديه ربه بالواد المقدس طوي اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تسكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبري فكذب وعصي ثم أذبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم العليم فأخذه الله نكالا آخرة ونولي إن في ذلك العبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغضش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم وليا نعامكم فإذا جاءت القمة الكبري يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يريه فأما من قضي وآثر الحياة الدني فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مطام ربه ونهى النفس عن الهوي فإن الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها عبس وتولي أنجي أهل عمي وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكري أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جيئك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكره فمن شئ ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شئ أنشره كلا لما يقاط ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنابا وقبا وزيتونا ونخلا وحذائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم وليا عامكم فإذا جاءت الصلاة يوم يثر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر